السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اليوم رح نبدأ بشرح درسنا الجديد الوحدة الجديدة الدرس بمسمى قابلية القسمة على 4 و 6 و 9 الدرس كمسمى درس غير جديد علينا احنا هلأ بننتبه على شغلة احنا خلصنا وحدة القسمة بالوحدات السابقة اغلبها اغلب دروسها كنا ندرس فيها عمليات حسابية بتصير بين عددين يعني الضرب كنا ندرس عملية الضرب عملية بتحدث بين عددين القسمة نفس الاشي الجمع الطرح كله درسناه بالوحدات السابقة لكن وحدتنا الان مش وحدة عمليات وحدتنا الان مش وحدة عمليات بنطبقها على اعداد وحدتنا وحدة خصائص للأعداد يعني انا العدد تبعي فيه له اشي بميزه بدي اعرف ايش الاعداد اللي بنتبق على هذه الخاصية انا اول خاصية بدي ادرسها ممكن تيجي على الاعداد اللي هي قابلية القسمة خاصية قابلية القسمة معناها اني انا لما بدي اقسم العدد على رقم معين الباقي لازم يطلع عندي صفر اذا انطبق عليها هذا الكلام بيكون العدد بقبل القسمة على الرقم المعين طبعي هلأ بيكون سعيتها له خاصية اسمها قابلية القسمة على الرقم طبعي المعين فمثلا العدد خمسمية وعشرة بدي اشوف بيحتوي على قابلية قسمة لرقم معين مثلا رقم اثنين هل خمسمية وعشرة بيقبل القسمة على العدد اثنين كيف بحكيها يعني ما بحسب عملية قسمة طويلة خمسمية وعشرة قسم اثنين وبشوف الباقي طبعي معي صفر معناها نعم له خاصية قابلية القسمة على اثنين او بدون حساب العملية لازم يحقق عندي شرط معين انا عشان اسهل حالي عشان انا ما عم بجرب بس على اثنين انا بدي ادرس اكتر من رقم فعشان هيك ساروا العلماء يدرسوا الارقام الصغيرة ويطلعوا شروط اذا انتبقت على اي عدد بصير العدد له خاصية قابلية القسمة على هاي الارقام الصغيرة اللي احنا درسناها فالارقام اللي احنا درسناها بصف رابع درسنا عليها هذا الموضوع كان الرقم عندي اثنين درسنا انه اي عدد في العالم اي عدد في العالم اذا كان احده فقط احده بتطلع بس على الاحاد اذا كان احده زوجي احده زوجي او بيقبل قسمة على اثنين شو يعني بيقبل قسمة على اثنين يعني زوجي برضو لانه اذا بنكتب جد والضرب التنين كل جد والضرب التنين عندي اوله الاحاد زوجي اعداد زوجية فاذا اذا كان احده زوجي اذا العدد رح يقبل قسمة 2 شو ما كان العدد بالدنيا ايش ما كان العدد كبير او صغير او ايش ما كان نوعه بلس العدد كله بتطلع فقط ع منزلة الاحاد اذا منزلة الاحاد زوجية اي شو معنى الزوجية يعني عبارة عن صفر او 2 او اربعة او 6 او 8 اذا كانت منزلة الاحاد واحدة من هاي الاعداد اذا العدد له خاصية قابلية القسمة على 2 العدد له خاصية قابلية القسمة على 2 بعد الـ 2 اخذنا العدد 3 حكينا الشرط عشان يقدر العدد اقدر انا اقسمه على 3 ويطلع عندي الباقي صفر الشرط درسنا انه مجموع احده لازم يقبل القسمة على 3 شو يعني يقبل القسمة على 3 يعني موجود بجدول ضرب يعني بجمع انا مش احده اسفة ارقامه ارقامه انسوا احده مجموع ارقامه يقبل قسمة على 3 ايش معنى مجموع ارقامه بيقبل قسمة على 3؟ اي عدد عندي بتكون من مجموعة من الارقام يعني مثلا 1567 عبارة عن مجموعة من الارقام 1 5 6 7 ايش بعمل انا بهاي الارقام عشان اعرف اذا بقبل قسمة على 3 او لا بجمعها سوا بجمع الارقام سوا بشوف 1 زائد 5 6 6 زائد 6 12 12 زائد 7 19 هل التسعتاش موجودة بجدول ضرب الثلات؟ لا غير موجودة بجدول ضرب الثلات اذا العدد لا يقبل القسمة على 3 العدد لا يقبل القسمة على 3 متى بيقبل القسمة على 3؟ اذا بعد الجمع وجدت انه الناتج لجمع جميع الارقام الموجودة في العدد بيقبل قسمة على 3 بصير الناتج يقبل القسمة على 3 بعد الثلات درسنا الخمسة متى يقبل العدد القسمة على الخمسة اذا كان احده 0 او 5 إذا كان أحده صفر أو خمسة أساساً من نواتج ضرب الخمسة إذا منكتبها صفر خمسة خمسة خمستاش عشرين خمسة عشرين ثلاثين خمسة وثلاثين أربعين كل الأرقام اللي موجودة بجدول ضرب الخمسة منركز من انتباه أنه كل ياتها أحدها يا صفر يا خمسة دائماً أخذنا كمان بالإضافة إلى عشرة حكينا لازم يكون أحده صفر إذا بحض جدول ضرب العشرة عشر عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين كل ياته أحده صفر 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 أي عدد في العالم مهما بلغ كبره إذا كان أحده صفر بقبل قسمة على العدد عشرة إذا كان أحده صفر وخمسة بقبل قسمة على خمسة إذا كان أحده زوجي يعني صفر اتنين أربعة ستة تمانية بقبل قسمة على اتنين إذا كان مجموع كل الأرقام اللي فيه موجود بجدول ضرب الثلاث إذن بقبل قسمة على ثلاث طيب منتطلع هلأ درسنا هذا كل ياته دروس سابقة معلومات سابقة احنا اخذناها لازم يكون عارفينها حافظينها القسمة على الارقام السابقة منيجي لدرسنا الجديد درسنا الجديد بده نعمل كمان شروط الزيادة على ارقام الزيادة عشان اعرف قابلية القسمة عليها واللي هي الارقام 4 6 9 فبدي اشوف ايش الشرط اللي لازم ينطبق على العدد عشان يقبل القسمة على 4 عشان اذا قسمت على 4 يعطيني الباقي الصفر اذا انا بدي شرط ينطبق على اي عدد في العالم اذا انطبق عليك وقسمت على 4 رح يعطيني الباقي الصفر تعالوا نشوف شو الشرط اللي ذاك اللي هو في الكتاب اي اللي لازم انه احده وعشراته يقبل على 4 شو يعني احده وعشراته يقبل على 4 يعني مثلا 1426 بتطلع على الاحاد وعشرات اخر منزلتين اذا انا لما كنت احكي الاربعة جاي من 2 ضرب 2 الاربعة جاي من 2 بس عمرتين لما كنت احكي عن 2 وحدة كنت ااخد منزلة وحدة واشوف اذا موجودة بجدول ضرب التنين لكن لما بحكي عن الاربعة بحكي عن 2 مرتين فباخد منزلتين وباشوف هل موجودة بجدول ضرب الاربعة اذا هل ال 26 موجودة بجدول ضرب الاربعة لا اذا لا يقبل باخد ال 26 لانه الاربعة عبارة عن 2 مرتين فما باخد منزلة وحدة باخد منزلتين 26 هل موجودة بجدول ضرب الاربعة لا اذا لا يقبل بعد الاربعة عندي كمان 6 الستة بيحكي لي من وين جاي الستة جاي من 2 ضرب 3 اذا بدي ااخد 2 مرة 2 مرة شو بتحكي لي اذا بدي ااخد 2 و 3 خلص انه مختلفين فما بقدر اعمل خاصية واحدة بدي اعمل خاصيتين الخاصية الاولى خاصية 2 شو بتحكي لي انه احده زوجي والخاصية التانية هي خاصية 3 شو بتحكي لي تحكي لي مجموعة يقبل على 3 اذا شو معنى احده زوجي معنىها بيقبل على 2 وشو معنى احد بجموعه بيقبل على 3 يعني بيقبل على 3 اذا انا اذا بدي اشوف العدد بيقبل قسمة على 6 او لا لازم بالبداية اشوف هل العدد اللي عندي يقبل قسمة على 2 و 3 اذا نعم يقبل بيقبل قسمة على 2 و 3 اذا هو اكيد بيقبل قسمة على 6 اذا لا يقبل على 2 و 3 اذا لا يقبل على العدد 6 اذا بيقبل على 3 بدون التنين ما بيقبل انا لازم التنين الستة عبارة عن 2 ضرب 3 فلازم يقبل على التنين ويقبل على التلات سوا ممنوع يقبل على واحدة فيهم بس تمام لانه الستة جاي من الثنين و الثلاتة اذا قبل عليهم التنتين بيكون بيقبل على الستة الاربعة الاربعة جاي من التنين فبدنا اشي بيشبه التنين بس الاربعة مش من تنين واحدة من تنين مرتين جاي التنين الوحدة كنا ناخد بس الاحد بس منزلة واحدة بس لما يصير عنا اتنين مرتين فباخد منزلتين الاحد والعشرات طب لما كنت احكي عن التنين كان لازم يكون يقبل على التنين يعني احده زوجي لما كنت احكي عن الاربعة لازم يقبل على الاربعة يعني موجود بجدول ضرب الاربعة احده وعشراته موجود بجدول ضرب الاربعة نيجي لاخر اشي موجودة اندي التسعة التسعة من وين جاي التسعة بتيجي من ثلاثة ضرب ثلاثة اذا انا اي خاصية رح تكون تبعتي بتشبه رح تكون بتشبه تبعتي الثلاثة مجموع ارقامه يقبل على هلأ فوق كنت أحكي أنا بدي أشوف خاصية القسمة على 3 فكنت أحكي مجموع أرقام وبيقبل على 3 لكن هون أنا بدي أحكي خاصية التسعة فإذا مجموع أرقام ولازم يقبل على التسعة نفس ما عملت بالأربعة فوق كنت أحكي عن التنين إذن لازم الأحد يقبل على تنين تحت بحكي عن الأربعة إذن لازم الأحد والعشرات يقبل على أربعة هون بالستة لازم يقبل على الثنين وعالثلاث بدنا نحفظ احنا هاي الشروط كتير منيح اي عدد بحقق عندي هاي الشروط اي عدد بحقق الشرط طبع الثنين بيكون بقبل قسمة على الثنين اذا قسمت قسمة طويلة على الثنين رح يعطيني الباقي صفر اي عدد بحقق شرط الثلاث رح يكون بقبل قسمة على الثلاث يعني اذا قسمت قسمة طويلة على الثلاث رح يعطيني الباقي صفر نفس الاشي لجميع الاعداد الشروطة لازم تكون حفظ طيب راح نحل هلأ مجموعة من المسائل على بعض الأرقام بحكيه للسؤال تقبل الأعداد التالية القسمة على بدي أختار بين من بين 2 3 4 5 6 9 10 الأرقام اللي كتبت قابلية القسمة عليها بين هاي الأرقام بدي أشوف كل واحد فيهم على إيش بيقبل من هاي الأرقام كل واحد فيهم على إيش رح يقبل بين هاي الأرقام فخلينا نحل بس 6 2 بدي أشوف من فيهم رح يقبل على 2 أحط عنده 2 أي إش رح يقبل على 2 رح أحط عنده 2 لازم نكون حافظين متى يقبل العدد القسمة على 2 متى يقبل العدد القسمة على 2 لما بيكون أحاده زوجي فأي إش الأحاد فيه زوجي يعني 02468 فإذا هو بيقبل قسمة ل2 ها sûه أحد هاي زوجية 6 تنقل مع 2 أحد هاي زوجية يقبل زوجي يقبل زوجي يقبل فردي لا يقبل مع 2 هون هو زوجي بيقبل هون واحد فردي هون صفر عندي زوجي هاي زوجي جميع العداد الزوجية تقبل قسمها 2 إذن في الشي أسهل من التنين فوراً أي إشي أحد زوجي بتقبلها على 2 هيك أنا خلصت التنين عرفت كل الأعداد اللي بتقبل القسمة على 2 تعووا نشوف كمان عندي العشرة سهل أعرفها أحدها صفر أي إشي أحده صفر رح أحط عنده عشرة ولا واحد من هدو الأحده صفر لحد ما أوصل لهن هذا الوحيد اللي أحده صفر فإذن بيقبل قسمة عشرة في عندي كمان هذا آخر واحد أحده صفر فبيقبل قسمة عشرة الباقي عندي ما بيقبلوا عشرة ولا واحد فيهم بيقبل عشرة هيك بكون انتهيت من العدد عشرة نيجي للعدد خمسة لازم أحده يا صفر أو خمسة مش بس صفر كمان في احتمال خمسة فكل إشي أحده صفر أو خمسة رح يقبل كله هون عندي ولا إشي فيهم صفر وخمسة لحد ما أوصل لهون هذا أحده صفر إذن رح يقبل ع خمسة هون ولا إشي فيه لحد الأخير أحده صفر رح يقبل ع خمسة لو عندي اشي احد وخمسة رح يقبل على خمسة هيك بكون انتهيت من الخمسة بتبقى عندي ثلاثة اربع ستة تسعة اسهل اشي بين هدول اني اجرب الاربع بشوف احده وعشراته لازم يقبل على اربع ايش الاخر منزلتين ايش اخر منزلتين عندي هون ستاش هل الستاش موجود بجدول ضرب الاربع نعم اربع ضرب اربع ستاش اذا بقبل على اربع هون اربع وخمسين هل الاربع وخمسين موجودة بجدول ضرب الاربع اذا ما منعرف اذا يعني مثلا هون هذا اكبر من جدول ضرب الاربع اللي احنا حافظينا منجرب قسمة طويلة اربع وخمسين تقسيم اربع اذا اعطاني الباقي السفر معناها موجودة بجدول ضرب الاربع خمسة تقسيم اربع واحد واحد ضرب اربع اربع نطرح واحد والاربع رح تنزل اربع تاش تقسيم اربع رح يعطيني عبارة عن ناش تلاتة ناش ناقص اثنين ضل عندي باقي ما عنديش اشي انازل انتهت القسمة وضل عندي باقي الباقي غير صفر اذا الاربعة وخمسين ما بتقبل اذا ما رح احط هنا اربعة بنيجي للي بعدها ستة وعشرين مو موجودة بجدول ضرب الاربعة لا يقبل ستة وسبعين بجرب قسمة طويلة زي هيك وبشوف اذا بقبل او ما بقبل نعمل قسمة طويلة عشان نشوف رح تقسم على الاربعة ولا لا اذا ضل معي باقي ما بتقسم انت الباقي صفر اذا ما بتقسم بنشوف ستة وسبعين هل هي من مضاعفات الاربعة او بتقبل قسمة اربعة ستة وسبعين تقسم اربعة سبع تقسم اربعة فيها واحد واحد ضرب اربعة اربعة نطرح سبع ناقص اربعة تلات خلصنا التطرح فورا من نزل الست سار عندي ستة وثلاثين تقسم اربعة تسعة تسعة ضرب اربعة ستة وثلاثين ناقص صفر إذن طرع عندي الباقي صفر وطرع عندي إجابة إذن 76 تقبل القسمة على أربعة جوابها 19 إذن العدد كله بيقبل القسمة على أربعة نيجي للهون العدد اللي بعده عندي الأحد والعشرات عبارة عن 12 هل الـ 12 بتقبل القسمة على أربعة؟ نعم موجودة بجزول ضرب الأربعة أربعة ضرب 3 و 12 إذن العدد كامل رح يقبل القسمة على أربعة هون أحد وعشرات 38 لا تقبل على أربعة ليش موجودة بجزول ضرب الأربعة عندي 38 عندي 36 وعندي أربعين 38 مو موجودة إذن ما رح أحط أربعة هون هون 33 نفس الإشي عندي بجزول ضرب الأربعة عندي 36 وعندي 32 33 مو موجودة إذن ما رح أحط أربعة اللي بعدها 52 52 أكبر من أربعين يعني بتحتاج قسمة طويلة تعالوا نعمل قسمة طويلة على 52 عشان نشوف تقسيم أربعة خمسة تقسيم أربعة رح يعطيني الإجابة فيها واحد واحد ضرب أربعة أربعة ناقص واحد واثنين رح تنزل 12 تقسيم أربعة ثلاثة ثلاثة بأربعة تناش ناقص صفر تهت عملية القسمة الجواب 13 والباقي صفر الباقي صفر إذن يقبل على أربعة فرح نحط أربعة هون عندي هون الواحد واربعين مش موجودة بزول ضرب الأربعة عندي أربعين وعندي أربعة واربعين إذا بضرب أربعة بـ 11 أربعة واربعين ما عندي واحد واربعين إذن مو موجودة هون عشرة العشرة مو موجودة أربعة وثمانين الأربعة وثمانين أكبر من الأربعين لازم أعمل قسمة طويلة اللي بيعرف عطول بقدر يحط عطول اللي ما بيعرف لازم نعمل قسمة طويلة خليني أعمل قسمة طويلة على ورقة خارجية لأنه بطر عندي مكان فإيش عم بحكيلي بدي أنا أجرب أربعة وثمانين تقسيم أربعة تمانية تقسيم أربعة فيها تنين تنين بأربعة تمانية ونطرح صفر والأربعة رح تنزل أربع تقسيم أربعة فيها واحد واحد بأربعة أربعة نطلح صفر الباقي صفر وطلع عندي ناتج إذن نعم تقبل إذن الأربعة وثبانين بتقبل إذن هون العدد كامل رح يقبل على أربعة بقدر أقسمه على أربعة ويطلع معي بباقي صفر نيجي للستة وأربعين مش موجودة بجدول ضرب الأربعة ما رح أحط أربعة هون ما بتقبل نيجي هون سبعين السبعين هي أكبر للأربعين لازم أجرف سبعين تقسيم أربعة في عندي واحد بأربعة تلاتة ناقص رح يعطيني هون أربعة وهون رح ينزل آس في أربعة ونطرح رح يعطيني تلاتة والصفر بينزل تلاتين تقسيم أربعة بطلع معي أقرب إشي إلها السبعة رح تعطيني ثمانية وعشرين رح نطرح سفر ناقص ثمانية لا يجوز من استلف بتصير عشر عشر ناقص ثمانية تنين وهي استلفنا منها صارت اتنين ثنين ناقص ثنين سفر إذا انتهت عملية القسمة ما عندي أشي أنزله لكن عندي باقي اتنين إذن السبعين لا تقبل قسمة أربعة لأنه ضل عندي باقي بعملية القسمة الطويلة إذا السبعين لا تقبل إذن العدد كامل ما رح يقبل على أربعة هيك خلصنا تجريب الأربعة أي عدد أجربه على أربعة بهاي الطريقة بشوف أحد وعشر عاته بيقبل ولا ما بيقبل نيجي هلأ لتجريب الثلاثة أول نشوف الثلاث كيف دي أجرب الثلاث بحكي ثلاثة بقول لي مجموع أرقامهم لازم يقبل فبحكي ذهنيا ثلاثة زائد واحد أربعة أربعة زائد ستة عشر هل العشرة تقبل على ثلاثة؟ لا لا تقبل مش موجودة بجدول دربها إذن ما بتقبل إذن العدد كله ما بيقبل هون واحد زائد ثمين تسعة تسعة زائد خمسة أربعطاش أربعطاش زائد أربعة ثمانتاش الثمانتاش موجودة بجدول ضربة ثلاثة إذن العدد رح يقبل على 3 هون 9 زائد 1 عشرة 10 زائد 2 12 زائد 6 18 والـ 18 تقبل إذن العدد رح يقبل هون 8 زائد 6 14 14 زائد 7 21 21 زائد 6 27 27 تقبل نعم تقبل إذن العدد كله رح يقبل هون 4 زائد 5 9 زائد 21 10 زائد 2 12 12 تقبل على الثلاث إذن العدد كله رح يقبل هون 4 زائد 9 13 زائد 3 16 زائد 3 19 زائد 8 27 27 تقبل على الثلاث نعم 9 ضرب 27 إذن تقبل على الثلاث إذن بحط ثلاث 1233 بحكي 1 زائد 2 3 3 زائد 3 6 زائد 3 9 9 بتقبل على الثلاث نعم تقبل على الثلاث إذن هذا العدد رح يقبل على الثلاث هون 1 زائد 4 5 زائد 5 10 زائد 2 12 12 12 بتقبل إذن رح يقبل العدد كله على الثلاث 1 زائد 1 2 2 زائد 3 5 5 5 زائد 4 9 9 9 زائد 1 10 العشرة ما بتقبل على الثلاث إذن هذا العدد ما رح يقبل على الثلاث 5 زائد 4 9 9 زائد 2 11 11 11 12 12 زائد 0 12 إذن 12 بتقبل إذن العدد رح يقبل على الثلاث نيجي لهون 2 زائد 5 7 7 7 7 7 8 8 11 11 8 19 19 19 19 4 23 23 لا تقبل على الثلاث مش موجودة بجزول ضربها إذن العدد ما رح يقبل على الثلاث اللي بعده 5 زائد 8 13 13 زائد كمان 8 4 4 8 13 زائد 8 21 21 21 زائد 6 27 وال27 تقبل إذن العدد كله رح يقبل على الثلاث نيجي للي بعدها 7 زائد 8 7 زائد 8 15 زائد 4 19 زائد 6 25 زائد 7 25 زائد 7 32 زائد 7 39 زائد 0 بضل 39 إذن هاي ناتجة محة أعطاني 39 39 هل 39 موجودة بجزول ضربة الثلاث ما بعرف أنا وقفت بجزول ضربة الثلاث عند الرقم 30 ما حفظت أكبر من الرقم 30 إذن 39 ما بعرف إذا بتقبل على الثلاث أو ما بتقبل كيف بعرف إذا بتقبل أو ما بتقبل برجع بجمحها كيف بعرف العدد بقبل على الثلاث أو ما بقبل بجمع أرقام وأنا بدي أبسأل حالي 39 تقبل برجع بجمحها 9 زائد 13 12 تقبل إذن 39 تقبل إذن العدد كامل يقبل على ثلاث إذا حسبت الثلاث والتنين سهل علي جداً أحسب الستة أي إشي فيه ثلاث واثنين رح يقبل على ستة هل 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 ه هون 2 و 4 ما عندي 3 ما بقبل هون 2 و 3 رح يقبل على الستة وهون 2 و 3 رح يقبل على الستة تبقى عندي آخر عدد لازم أجرب قابلية القسمة عليه اللي هو العدد 9 العدد 9 جاي من 3 ضرب 3 يعني هو عبارة عن طريقة حسابة رح تكون مشابهة للتلات بس منطبقها على التسعة شو كانت طريقة التلات أجمحهم مجموحهم يقبل على 3 هاي المرة بدي أجمحهم و مجموحهم لازم يقبل على التسعة مش على التلات تعال شوف 3 زائد 1 4 4 زائد 6 10 هل العشرة رح تقبل على التلات على التسعة لا مش موجودة بجدول ضرب التسعة إذا ما عندي تسعة هون هون 1 زائد 8 9 9 زائد 5 14 زائد 4 18 هل التمنتاش موجودة بجدول ضرب التسعة نعم موجودة إذا هاد رح يقبل على تسعة هون 9 زائد 11 زائد 2 12 زائد 6 18 هل التمنتاش موجودة نعم إذا رح يقبل 8 زائد 6 14 14 زائد 7 21 21 زائد 6 27 27 موجودة بجدول ضرب التسعة 9 ضرب التلات هي اللي بتعطيني 27 إذا بحطها 4 زائد 5 9 زائد 11 زائد 2 12 12 موجودة بجدول ضرب التسعة لا إذا هون ما في عندي تسعة هون 4 زائد 9 تلاتاش 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 زائد 3 ستاش 16 زائد 3 تسعتاش 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 زائد 8 27 و 27 موجودة بجدول ضرب التسعة فبحط تسعة 1 زائد 2 تلاتة 3 زائد 3 زائد 3 تسعة والتسعة بتقبل على تسعة إذا موجودة عندي هون تسعة 1 زائد 4 خمسة 5 زائد 5 عشرة زائد 2ouver 12 12 موجودة بجدول ضرب التسعة ما عندي تسعة هون 1 زائد 1 Bild 1 زائد 3 خمسة زائد 4 تسعة زائد 1cussions 10 العشرة مش موجودة بجدول ضرب التسعة ما بتقبل 5 زائد 4 9 9 زائد 2 11 11 11 زائد 1 12 12 موجودة إذن ما في عندي 9 2 زائد 5 7 7 زائد 4 11 11 زائد 8 19 19 زائد 4 23 23 مش موجود بجد وضربة 9 ما بتقبل 5 زائد 8 13 13 زائد 4 17 17 زائد 4 21 21 زائد 6 27 27 موجودة بجد وضربة 9 إذن تقبل هاي مجموحة هاينا كاتبينه 39 39 مو موجودة بجد وضربة 9 إذن ما رح يقبل القسمة على 9 وهيك منكون إحنا حلينك عدد كبير من المسائل الأرقام اللي مكتوبة كلها موجودة بكتابنا لكن بأسئلة مختلفة يعني ما بيكون سائلني زي هيك إيش الأعداد اللي بتقبل لا بيكون جايب لي مثلا 4512 أي اللي هل تقبل القسمة على خمسة مثلا أو هو حتى الخمسة الجداخل معنا بكتابنا هل تقبل القسمة على أربعة هيك بس بيكون جايب لي السؤال بهاي الصيغة فأنا بس بدي أحدد على الأربعة شو طريقة الأربعة بشو في الأحد والعشرات بيقبلوا على أربعة ولا ما بيقبلوا بدنا نحفظ منيح شو طرق القسمة متل عدد بقبل قسمة الطرق هيتها موجودة وواضحة عنا هاي لازم نحفظها منيح إذا حفظناها سهل عنا كتير أحل بطريقة مباشرة زي ما هلأ أنا حلت معكم كل الأرقام هيك منكون إحنا أنهينا درسنا بجميع أفكار وما عنا أفكار مختلفة أكتر من هاي بالتوفيق إن شاء الله